وعشان كده التدين الكمي بيكره خالص منهج الأوزر الشريف عشان بيجاوب على الأسئلة صح ونعلم لأولادنا إنه لما تم تجميد دراسة العقيدة وكرس أهل التدين الكمي فينا إن دراسة العقيدة دي للإيمان والكفر بس مش إن إحنا نعرف الله لنبدأ معاملة ونبدأ علاقة واسعة مع ربنا بعيدنا عن المعرفة السليمة اللي بتضبط علاقتنا بربنا ومعرفتنا بربنا فعلم العقيدة مش جاي للإيمان والكفر لأننا أحكم علي أننا مؤمن وده كافر لكن جاي للحياة جاي للتعرف على الله وهو اسمه علم العقيدة عشان القلب يبين عقد فيكون ثابت في كل تصرفاته في الحياة فعلم العقيدة جاي عشان الأخلاق عشان الإنسان يمارس حياته وأخلاقه في الحياة وهو عبد لله مش يمارس الأخلاق وهو سيد عنده طبقية دينية وأرجو أن تشوفوا حلقة الطبقية الدينية مهم جدا هتفيدكم جدا وإحنا بنتكلم على إزاي أن نربي أولادنا ونجاوب على أسئلتهم لأن لو حد بيربي أولاده بيجاوب الأسئلة بطبقية دينية أكيد الأولاد في لحظة من اللحظات هيحسوا أنهم جزء من الآلهة أو بعض الآلهة فبعد كده يحسوا أنه ما فيش حاجة في الحياة لكنه ما يحس أنه بيعبد الله كل ما جاء على بالك فالله على خلاف ذلك يحس أن الحياة وسعى أن الله يمين الله يملأ سحاء الليلة والنار يمين الله اللي زي يميننا تب ما تخلص لا يمين الله يعني كرم الله وسع الله وإن الله يمين لله يمين ولكن المعنى إيه بقى؟ المعنى أنه يحس بالوسع عشان كده إحنا محتاجين نبص على الإجراءات دي ونقولها بسرعة كده محتاجين نرجع علاقتنا بأولاد بلا الشدة وتسلط اللين يا سادة اللين لينه لينه في أيدي أولادكم لينه في أيدي إخوانكم اتكلموا معهم واسمعوهم بلطف وحكمة تاني حاجة رب ولادكم على محبة الله اجعلوا محبة الله هي القيمة المركزية وحطوا تحتها تلات قيم الرحمة والخير والجمال يحب ربنا الرحيم بيهم يحب ربنا الذي لا يحب لهم إلا الخير يحب ربنا إلا هو سبحانه وتعالى بيجمي الحاته وإن العبادة صلة بينهم وبين ربنا مش رصيد ولا وسيلة عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لهم مرادهم عشان لما يتحقق لهمش مرادهم ما يقولوش أنهم مش يحب ربنا ولا إن ربنا متربص بيهم تالت حاجة لما ولدك يسألك أسئلة في العقيدة احتويهم وشجعهم إنهم يتواصلوا في السؤال وحاول تبحث عن الإجابة على الأسئلة دي من مصادر موسوقة وبالمناسبة أنا قاعد من هنا ورايح أنا منتظر أسئلتكم الأسئلة اللي بيسألوها لكم أولادكم هتقولنا أسئلتكم اللي بيسألوها عليها أولادكم وتعلموا نجاوب عليها نجاوب عليها عشان ما نسيبش الأسئلة من غير جواب لأن ما فيش سؤال إلا وليه جواب حتى لو كان جوابه الله الواسع أعلم وروح لربنا هيعلمك بس هو لما يتأسس إن ربنا بيحبه وإن ربنا مش هيسيبه وإن ربنا هينجيه لما يعرف إن ربنا بيحبه مش ربنا متسلط عليه ولما يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى موسع الأرزاق وما فيش سؤال إلا وليه جواب أكيد 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 هيلجأ ربنا وبدل ما تلاقيه بيتمرد عليك وبيتمرد وزعلان هتجده في كل موقف ما عندهش غير ربنا لأنه هيحس إنه عبد ومش هيتخاف عليه لأنه العبد ما يتخافش عليه أليس الله بكاف عبده الله لطيف بعباده يا رب العالمين أجعلنا دائما سندا لأولادنا ليعرفوا مدى نعمتك ومدى كرمك ولا نكون حجابا بينك وبينهم يا رب العالمين بسوء أخلاقنا اللهم ألهمنا رشدنا واجعلنا بابا من أبواب دلالة أولادنا على محبتك وعلى رحمتك وعلى جمالك يا جميل يا رب العالمين